بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم مالكو كتابة من المهم إحنا كنا متوقعين إيه ولكن الأهم هو إحنا مستنين إيه برعيل أهلا بك بشمهندس أهلا بك عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من مالكو كتابة الحلقة 819 جاية في أوضاع للكرة المصرية مش ولابد عشان كده المهندس عدي بيتسال وكنا مستنين إيه بالزبط يعني الأول لو إحنا كنا متوقعين نجاحات يعني يعني بأمرت إيه إحنا هنا حتى ونحن نمارس سياساتنا وإغفاقاتنا في سياسات بتاعة إدارة كرة القدم وخصوصا على مستوى الناشئين وضعف المسابقات بنصلح الأخطاء بأخطاء أثناء سير البطولات وعشرنا لما يحدث اجتماع مع الفريق دون وجود الجهاز الفني ده معناها أنا بسحب صيخة من الجهاز الفني قدام اللعيبة متوقع بقى اللعيبة تنزل تسمع كلام الجهاز الفني وأنا تعبق باللي بيقولوا في كانت النتيجة الهزيمة القصية أربعة صفر الحقيقة ما يعني هو إحنا كنا متوقعين إيه طيب حتى على مستوى أستاذ إبراهيم سيبك من إغفاقات الفريق الأول وإحنا مش هنوعد نعدها بقى البطولة العربية وتصفيات كأس العالم والبطولة للأمم الإفريقية ولكن على مستوى الأندية اللي كانت هي بتقدم بعض النماذج النجحة من خلال الأندية عملنا إيه في الأندية المصرية وخصوصا الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وبالذات النادي الأهلي اللي بيشارك في أكتر من البطولة ويتحرك وتنقل في أكتر من البطولة ويأتي الاغتيال على يد اتحاد الكرة ولجنة المصابقات ما احترامي لأي حد بقى ما ينفعش إن كل هذين لا مبلاء الزمالك مرهق ويعاني وعنده ظروفه والاتحاد الجدوى لازم يحترم ما شاسي دي أصلي يعني الجدوى ده طول عمرك بتحترمه يعني في الظروف الطبيعية النادي الأهلي وما يحدث النادي الأهلي يأتي من كأس العالم عشان ياخده ويصفره ويوديه ويجيبه وشايفين احنا بنخسر استاذ ابراهيم لعدم التنظيم اللي في الملعب مش مسألة انت بيجيب جوان ما بتحفص عليها فيه تلت مطشات والاربع مطشات بتتعرض لأهداف فجائية وغريبة معظمها من أخطاء ومعظمها من عدم القدرة على الارتداد السريع وضغط الخطوط يعني بنعمل كده في الأندية المصرية ليه طيب نروح للكونفدرالية ده مستوى فيوتشر ده مستوى بيرامد ها بيرامد متصدر بس بقى ده شكله ايه مش ده بيرامد بيرامد السليل فاتت شكل مختلف في بداية الموسم شكل مختلف فيوتشر نفس القصة لا نقدم أي مساعدة يا سيدي مد يا سيدي في الموسم شهر وريح الناس هو فيه ايه انما العملية لا أدمية مع التعامل مع الأندية واللعيبة اللي هي قوام المنتخبات القومية وبعدين مش شايف بعد كده كل ده يعني كل المعالجات معالجات جماهرية يعني انت بتعالج اخفاق المنتخب تعادل ثم هزيمة واحد صفر من ناجيريا عايز سلحة سنغات تعمل الكارثة الكبرى وتغتال الجهاز الفني قبل اللقاء الأخير ازاي يعني طيب وبعدين يخرج تعليقات من جول الاتحاد لا 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 ما احنا مين قال وحنيجي مش هنيجي ناحت الجهاز الفني بلاش تصريحات دلوقتي يعني تصريح اللي عايز اسمعه يعني نتدرس الأمر ليه العلاج المستقبلي العلاج الحقيقي بقى مش المراهم و يعني وضع المكدر على الجرح لا عايزيني عالج محتاجين شغل كتير جدا بس يكون النية صفية وما اظنش ان احنا في كيميا يعني في الكرة المصرية نتصلحها ازاي لكن بالطريقة دي والله ما في فايدة لان كل الاندي كل الاتحادات حوالينا بتاخد بالاسباب وبتحترم عناصر قوتها وبتشتغل عليها وعمل علاقات اقليمية ودولية محترمة الا احنا كل العلاقات بتاعتنا لخدمة شخصيات وليس لخدمة الكرة المصرية